على بعد 500 ميل شرقي العاصمة موسكو وبالتحديد في منطقة تتارستان أخامت روسيا مصنعا يهدف لإنتاج ما يقارب 6000 طائرة مسيرة بحلول عام 2025 ما يكفي لسد العز الذي تواجهه روسيا في هذا السلاح خلال غزوها لأوكرانيا هذا ما كشفت عنه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في وثائق استعرضتها حول مصنع روسي لإنتاج المسيرات ذات التكنولوجيا الإيرانية وذلك بعد تعاون بين البلدين وصفته الصحيفة بأنه اتفاق المليار دولار الوثائق التي تطرقت إليها واشنطن بوست تشير إلى أنه على الرغم من ضغوط العقوبات المفروضة على البلدين فإن روسيا تتقدم بشكل ثابت نحو هدفها لتصنيع المسيرة الإيرانية شاهد 136 الهجومية القادرة على التحليق لأكثر من ألف ميل وأظهرت الوثائق أن المهندسين في المنشأة يحاولون تحسين تقنيات التصنيع الإيرانية واستخدام الخبرات الروسية الصناعية لإنتاج المسيرات على نطاق أوسع مما كانت تفعله إيران وبقدرة أكبر على التحكم فيها كما يعمل المهندسون على إدخال تحسينات على الطائرة نفسها مثل قدرتها على شن هجمات تقوم خلالها المسيرة بشكل آلي بالهجوم ضد هدف ما وكشفت الوثائق أن مسألة المكونات الأساسية للمسيرات تمثل تحدياً في ظل العقوبات الغربية على روسيا والتي تمنع وصول مكونات الكترونية إليها ورد البيت الأبيض على طلب بالتعليق من واشنطن بوست قائلاً إن المسؤولين الأمريكيين عملوا على منع موسكو من الحصول على التكنولوجيا التي يمكن أن تستخدمها في الحرب ضد أوكرانيا وفرضت عقوبات ضد المتورطين في نقل المعدات العسكرية الإيرانية إلى روسيا الوثائق كشفت أن إحدى المشكلات التي تمثل معضلة أمام روسيا هي عدم القدرة على تصنيع المحركات محلياً فيما المسير شاهد تعمل بمحرك من صناعة شركة لينباخ فلوك بيرين الألمانية التي حصلت عليها إيران قبل عقدين ومن أجل الانتهاء من المشروع على إيران الوصول إلى نسختها الخاصة من المحرك والتي تعد مسألة معقدة وفق ما جاء في الوثائق